مساء الخير من امبرح على السوشيال ميديا وما فيش سيرة غير سيرة شيرين وانه فيش جار ما بينها وما بين حسام وادى الى تشابق بلياد ده غير التكسير اللي حصل في اللوبي ايه صحة الكلام ده وايه الدليل ان الكلام ده حصل صحفية لبنانية هي اللي شاهده على الواقعة وهي اللي حكت كل الكلام ده احنا عارفين ان شيرين بقالها كم يوم في لبنان وظهر لها فيديوهات هناك واول فيديو نزل لها وهي في لبنان واحدة طلبت منها ناة تتصور معها واعتصرت والفيديو ده انتشر على جميع السوشيال ميديا واكيد كلنا شفناه تاني فيديو ليها وهي كانت بترقص طبعا وكلنا شفناها وهي كانت وقفها في قطة ربيزة عمالة رقص وانا عملت فيديو عن الموضوع ده هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مسبب تحت في التعليقات وتاني يوم ليها فيديو وهي بتغني ونسك كلمات بتاع الاغاني وحسام بيفكرها وفيه فيديو ليها كمان وهي بتشرب سجاير وفيديو ليها وهي مع فضل شاكر وهم بيغنوا مبسوطين وبعد الصهرة دي وبعد الفيديو ده حصلت مشكلة مع حسام لما رجعت القتل بالليل مين اللي كان شاهد على الواقع دي؟ رولا نصر دي صحفية لبنانية نشرت الاول تويت على تويتر بتقول فيها نجمة مصرية شهيرة موجودة في بيروت لقضاء شهر عسل جديد في بيروت مع زوجها صارت خناءة كبيرة بينها وبينه واضطر امن الفندق يتدخل للأسف لابعدهم عن بعض الله يهديكي وبس طبعا من بعد ما غررت التغريدة دي طلعت في قنوات كتير وتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل قالت هما كانوا في الزيارة عند فضل شاكر وهم رجعين بالليل حصلت الخناءة ما بينهم في اللوبي وقالت كمان ان كان فيه صراخ وزأ وان شيرين كانت بتعايت وبتصوت لدرجة ان الدخل أمن الفندق وعلى كلامها ان حسام كان بيحاول يلم الموقف ويهديها لكن هي كانت منهارة وطلبت من الأمن ان هما يبعدوه عنها وقالت كمان ان كان فيه حاجات كتير في الفندق اتقصرت بسبب شيرين والنستيريا اللي كانت فيها ده غير كمان ان شرطة دخلت مش أمن الفندق وبس ان كان فيه مركز شرطة جانب الفندق علشان كده شرطة دخلت وبالنسبة للفندق هما رفضين يجاوبوا على أي أسئلة ان الموضوع ده تم فعلا ولا لا بس هما فعلا لو مش عايزين يتكلموا ويقولوا إذا كان ده حصل أو لا يبقى الموضوع ده حصل بالفعل لإن لو ما حصلش هيقولوا ما حصلش لكن ده هما أصلا مش عايزين يدوا أي رد فعلا للموضوع ده وفيه مصادر بتقول انها بعد الواقعة دي ثابت الفندق وراحت فندق تاني خالص طيب هو ليه ما فيش فيديو مصور للواقعة دي ما يكون الفيديوهات القابلة كده لشيرين كانت مصورة اشمعنا الفيديو ده اللي مش مصور اتقال علشان الوقت كان متأخر بالليل وما كانش في حد يعني لو كان الوقت بدر شوية كنت هتلاقوا خناقة شيرين دي متصورة على السوشيال ميديا كلها فالحمد لله ان الوقت متأخر كيفية نفضايح لحد كده طب هو ايه كان رد حسام حبيب عن الموضوع ده حسام حبيب تلع لإيتي بالعربي وقال لهم كده بالنص الخبر ده مصح وطبعا كده واحنا في احسن حال وبنحضر لشغل كتير الفترة اللي جاية وده كان رد حسام عن وقعة الخناءة دي طيب وبالنسبة بقى لقراء الناس المختلفة قالوا ايه فيه ناس قالت شيرين خلاص انتهت وعمرها ما هترجع شيرين بتاع زمان وناس تانية قالت كده يبقى احسام غلبان ومظلوم طول الفترة دي كنا بنظلم هو اللي كان بيحاول يلم الموضوع ويهديها وهي كانت منفعلة عليه يستيقلكوا اني كان فيه مقطع لشيرين نزل وهي بتشرب سجير عارفين مين اللي نزل الفيديو ده مجلة الجرز التبع النضال الاحمدية اللي نزلت نفس الفيديو اللي شيرين كانت بترقص فيه فوق الترابيزات الممي بقى ان نضال الاحمدية طلع فيه وبتقول ان فين الناس اللي بتحمي شيرين وفين مديرة اعمالها المفروض شيرين ان قبل ما تشرب سجير او قبل ما تعمل اي حاجة غلط بيكون فيه ناس بتحميها وبتخبيها عن اي تصرف هي بتعمله الكلام ده قالته نضال وقالت كمان ان شيرين كانت محتاجة لادارة حد يمنع عنها التصوير وحد يمنع عنها السجارة واكدت كمان نضال ان شيرين ضحية صراحة نضال محيراني شوية من فين بتطالب ان شيرين ضحية ومن فين هي اللي منزلة الفيديو بتاع السجارة وهي اللي منزلة الفيديو بتاع الرأس الله هنسيب الايام هي اللي تحكم في الموضوع ده وده اخر الفيديو معنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات مع السلامة